بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم من أسماء الله الحسنى المذكورة في القرآن الكريم في سورة الحشر أيضا السلام المؤمن المهيمن وأيضا ورد في حديث في الإمام البخاري فإن الله هو السلام وأيضا كان صلى الله عليه وسلم في دعائه نائمة بعد ختم الصلاة أو بعد أن يخرج من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام مأخوز هذا الاسم من طبعا السلم والسلام ومعناه أن الله سبحانه وتعالى متصف بالسلام في ذاته وصفاته وأفعاله وعلينا أن نبين ماذا يعني السلام بالنسبة للذات وماذا يعني السلام بالنسبة للصفات وكذلك بالنسبة للأفعال فأما أنه سلام في ذاته تعالى فمعناه أن ذاته لا يلحقها العدم تسلم وهي سليمة يعني سليمة وبريئة من أن يلحقها العدم كما يلحق أرزوات الأخرى المخلوقات المخلوقة لأننا أسمتنا أو قلنا قبل أن وجوده واجب مستمر أزلا وأبدا فلا يلحقه عدم فهنا الزات سليمة بريئة من العدم أيضا ذاته لا يلحقها أو هي سليمة وبريئة مما تتصف به ذوات العباد من نقص ومن 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 مثلا يعني الحركة ده وصف من أوصاف الجسم ده من لواحق الأجسام حركة يعني حركة والتحيز وكذا وكذا كما يدرس في فلسفة طبيعية من لوازم الأجسام ما فيش جسم تقدر بيقول عالي مش متحرك أو مش منتقل أو إلى كل فهو الحركة لا تلحق ذات الله سبحانه وتعالى ذات الله سليمة بريئة من هذا الوصف السكون نفس الشيء التغير التضاد أيضا الغفلة السهو النوم كل هذه لا تأخذه سنة ولا نوم مش ممكن سبحان الله وأيضا وما كان ربك نسية لا ينسى كما تنسى فإذن الزات معنى السلام في الزات أن الزات تسلم وتبرأ من كل أوصاف المخلوقات وستلاحظ يعني كل الأسماء الحسنة بالمعنى الحقيقي هي ضد كل الأوصاف المخلوقين لأن احنا كما قلنا قبل ذلك ليس كمثله شيء خلاص يعني أي صورة أي تتصورها لله في ذهنك كأنه مثلا حاجة كبيرة حاجة مش عارف له لحية كل هذا حين تتصوره عليك فورا أن تقول الله غير ذلك كل ما يستطيع العقل البشري أن ينتجه من صور وأشكال فالله طبعا لأنه لا يستطيع أن ينتج من الصور إلا صورة محسوسة نعم والله غير ذلك الله غيب يعني حتى جعل الإيمان بالغيب في مقدمة الذين يؤمنون بالغيب نعم ويقيمون الصلاة ولذلك فرق الملحد من المؤمن هي هذه النقطة وهو أن المؤمن دراك قوي أقوى من الملحد بحيث أنه يؤمن بالغيب رغم أنه يعزل هذا الغيب عن أخيلته وتصوراته التي يتصورها في البهن أما الملحد لأنه لا يستطيع أن يفارق الصور المحسوسة اللي عنده لا يستطيع يقف عندما تنتهي مرحلة الحس وتبدأ مرحلة الغيب يخضع كل الأشياء إلى الحسية إلى الحسية فهو مكبل مقيد لأنه يقول لك لا أنا دا ما تتصورهوش خلاص ما تتصورهوش يبقى منهوش وجود وهذا هو الخطأ لا ما تتتصورهوش ماشي لكن ما تقولش ما ليهش وجود نعم إيه دليلك لا دليل لك على هذا لأنه لا تستطيع أن تقول كل غائب عني لا وجود له تكلام لو قلنا هذا لكم أن العقل والروح غائبين طبعا لا يخضعني للحس الدلائل العقلية والدلائل الحسية تدفع دفعا للإنسان إلى أن يؤمن بهذا الغيب وعندنا الرسول وعندنا الأنبياء وعندنا الكتب المنزلة التي قالت إن الله كذا واصفات وكذا 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 اتبع هذا هذا الدليل هذا الدليل الإرشاد بتاعك في هذا العالم الذي لا تراه فإذن معنى السلام في الزات أن الزات بريئة عن أوصاف المخلوقين وفي مقدمتها المخلوق معدوم يعني يعدم أو وجد بعد عدم الله سبحانه وتعالى بريء وعند ذلك أيضا السلام في الصفات بمعنى أنه لا تشبه صفات المخلوقين في الحركة وفي السكون وفي النوم وفي التغير وفي التبدل وفي العلم بعد الجهل والجهل كل هذه صفات المخلوقين فهو بريء وسليم عن ذلك صفاته غير ذلك صفاته دائمة سابتة أزلا وأبدا كما سنتضرق إلى بعضها إن شاء الله أما أنه سليم أو أما أن معنى السلام في فعله سبحانه وتعالى فهو البراءة من الظلم ومظالم العباد سبحان الله ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ولكن أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد دا أن أفعاله سبحانه وتعالى سليمة وبريئة من هذه النقيصة التي هي أماره وعلامه على أفعال المخلوقين فضيلة الإمام كل هذه التعريفات تقودون إلى نصيب المسلم من اسم السلام الحقيقة يعني أي واحد باحث يتأمل في اسم السلام ده نعم يجد لي خاصية معينة أكثر الأسماء يعني ضروقا لأسماء المؤمنين والمسلمين أو من يقرأ القرآن نعم وأكثر الأسماء يعني ورودا على الألسنة وتركيز لأنه فعلا يعني ترتبط به مهمة مهمة كبيرة وهي يعني حقن الدماء السلام أساس لقيام هذا الكون نعم أن هذا الكون قام على العدل وعلى السلام وطبعا لا أريد أن أدلل فقط يعني علينا أن ننظر إلى الوضع وضع العالم الآن في القرن الواحد والعشرين قرن القمة التقدم وكذا وكذا لأنه لم يلتفت إلى هذا المعنى معنى السلام العالم كله يشقى ويتعزم شرقا وغربا يعني شوف مثلا كيف أن السلام ده يحاصر يعني أنا هاعتبر أو هستعمل هذا يحاصر المسلم في كل أوقاته نعم إزاي هنا عندنا طبعا الصلاة خمس مرات في اليوم دي واجب على كل مسلم ومسلم شوف السلام يتردد فيها ازاي في التشهد الأول وفي التشهد الأخير السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نعم يعني تسلم على نفسك تؤمن نفسك لأن السلام تأمين نعم وتسلم العباد ده التشهد الأول هذه مرة ثم في التشهد الثاني نعم مرة تانية ثم الخروج من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم هذه مرتين نعم ثم بعد ذلك ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام نعم ثم بعد ذلك تحية المسلم لمن يلقاه سواء كان يعرفه تحية السلام نعم أو لا يعرفه السلام عليكم وينتظر الرد أيضا والرد عليكم السلام إذا كاتب أحدا أو خاطبه يكتبها السلام عليكم في البداية ويختتم رسالة والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم يلقي السلام ويتلقى السلام يلقي السلام ويتلقى السلام فعلا وكأنه يعني في مسألة السلام يعني بين شهيق وزفير كأنه يتنفس السلام شهيقا وزفيرا في اليوم الواحد سبحان الله فعلا تذكير ومش تذكير يعني مسألة في الصلوات فقط مسألة يعني وعظة أو إنشاد لدى تكليف أن يعني يؤمن نفسه بالسلام ويؤمن الناس والعباد بالسلام أكثر من عشرين مرة في اليوم هذا في الصلوات فقط إذا افترض مع أنه لا يصلي نفل ولا يصلي شفع ولا يصلي متر إذا كان يصلي شفك هذا الكلام إذن والله سبحانه وتعالى حينما فرض ذلك دفرت يعني ده مش مسألة يعني مسألة مرغب فيها أو يعني مندوب إليها تفعله فتساب أو لا تفعله فلا تجازل إلا تقول ذلك في الصلاة تعقب ليس اختياريا ليس اختياريا وأمر اضراري وحين يعني الشرع أمر صنع ذلك لم يصنعه لمجرد ترديد على اللسان أو مجرد التكرار بالعكس يقصد من زي ما يقولوا لا معنىش آسف في هذا الزن والدأ على معنى السلام أن يتحول إلى خلق نعم سابت وراسخ يحكم تصرفات الإنسان سبحان الله وكان الله سبحانه وتعالى وضعنا في إطار من تأمين أنفسنا وتأمين المجتمع من خلال تحياتنا وسلوكنا بلفز السلام طبعا دائرة أمان شاملة للمجتمع كل فضيلة يعني أنت عايز إيه أكتر من أنك أنت يوميا تقول يعني تساعد يعني تؤمن نفسك وتؤمن وأنت في الصلاة نعم وأنت في الصلاة ويعني سبحان الله نفروض في الصلاة يعني تبقى كل توجهاتك لله وفقط وإنما أنك أنت تتذكره وثم تتذكر السلام معه تسلم على نفسك وتسلم على عباد الله الصالحين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على نفسك ثم تسلم على عباد الله وطبعا عباد الله الصالحين لأن عباد الله المجرمين لا يصح السلام عليهم نعم دول يعني لا بد أن يعني نلقاهم بوجه آخر لأن دول مجرمين أو مصممين على الإجراء نعم فلا يليق ولا صح أن هؤلاء يعني تتعامل معهم بكلمة السلام إنما عباد الله الصالحين طبعا من حقهم عليك أنك يعني وواجب عليك أن تشعر بأنك تسالمهم وتسلم نفسك وشوفي أخي تخرج من الصلاة السلام عليكم بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وبعدين يعني حتى الجنة اسمها السلام دار السلام لهم دار السلام عند ربهم نعم سبحان الله برضو تحية أهل الجنة في الجنة السلام وتحيتهم رغم أنه ما فيش حرب خلاص وما فيش يعني أنت هنا دار السلام خلاص ومع ذلك يعني تحيتهم فيها سلام سبحان الله وكأن المسلم في حياته وبعد بعثه يحيى مكلف بالسلام حتى في الجنة حتى في الجنة يعني لازم لأنس يعني كفى أن الله اسمه السلام فلابد أنك أنت تخدم هذا الاسم وتخدم هذا المعنى وتنشره في الأرض قدر ما تستطيع فإذا هذا الاسم الكريم فعلا له دلالة عند المسلم ولكن يعني للأسف الشريء نحن المسلمين ربما يعني كنا أو الآن يعني أسرع الناس غفلة أو أكثر الناس غفلة عن إحاءات هذا الاسم من أسماء الله الحسنة وأنا أعتقد أن المسلمين لم يكنوا بل العالم الآن والله في العالم الآن لم يكن في يوم ما من الأيام يعني أمس حاجة إلى الاستماع إلى القرآن وإلى هدي القرآن في هذا الموضوع مثل ما هو اليوم يعني أنظر إلى أزماتنا حتى أزماتنا العربية الإسلامية أزمات لا معقولة أزمات لا إنسانية وقبل ذلك أزمات لا إسلامية ولا مخرج منها إلا صنع السلام إلا صنع السلام بين القادة وبين الشعوب وبين الشعوب فهذا الاسم عجيب وأنا توقفت عنده كثيرا جدا وفي مرة يعني في روما التحدث في هذا الموضوع والناس اندهشوا حين عالموا أن اسم السلام في المسلمين أو في هذه الصورة وأنا طبعا خاصة يعني ما يحدث الآن ويلصق بالإسلام وترمى التهم على الإسلام والإسلام وفوبيا وغيره ده السلام والإسلام جزر واحد نعم أخوه وشقيقه يعني ومع ذلك التصق به كذا والإسلام وفوبيا والإسلام وحقيقة إنه مش إسلام وفوبيا يعني الغرب وده كلام واسع نعم أعرفش يعني في وقت لله تفضل إنما سريعا يعني الغرب حقيقة المسألة عنده مش إسلام وفوبيا هنا ممكن نقول دين وفوبيا هو ضد الدين وليس الإسلام تحديدا وليس الإسلام هو أمات المسيحية وأمات اليهودية في الغرب نعم لكن يرى أن هناك يعني شبح بالنسبة لمقلق وهو الإسلام نعم لأنه لأنه مازال حيا يتنفس حيا وحيا رغم أن 14 قرن وهو يضرب ويقاتل نعم لكنه لا يزال حي وحي يعني طلع لهم آسف في هذا الكلام العفري طلع لهم في البيت نعم عندهم هناك لأن يزداد دخول الأوروبيين في الإسلام لأن جربنا كل جربنا الرأس المالية جربنا الاشتراكية جربنا الفوضوية جربنا الحداثة جربنا الفوضى مش عارف إيضاء جربنا كل شيء كل الحلول الوضعية المادية فشلت في أن تقود الإنسان إلى حياة أمسة أنا لا أريد أن أقول لحضرتك أنظر إلى من حولنا وما حولنا هذا يغنيك عن التدليل الذي أنا أعني نفسي به فلا مهرب ولا مفر إلا السلام والسلام كما يراه الوحي كما نزل من عند الله سبحانه وتعالى وكما بشر به الأنبياء وليس السلام اللي هو يعني السلام المصلحي أو السلام اللي هو يعني منفعي إذا حقق لي منفعة فأنا أسعى إليه حقق لي منفعة يعني الآن حضرتك لا احترام للدماء ولا احترام لأطفال ولا احترام لنساء ولا احترام لبيوت ولا احترام لمستشفيات تقصف يعني بمن فيها بصراحة يعني والله عالم الوحش يعني أكثر أخلاقا أو عنده ضوابط حتى تمنعه من هذا الذي يفعله إنسان القرن الواحد والعشرين مع مع إخوته من بني الإنسان شكراً فضيلة الإمام شكراً لمشاهدين الكرام على حسن المتابعة دمتم في أمان الله وسلامه وإلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله شكراً للمشاهدة